شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة صباح اليوم مراسم الاحتفال بتخريج الدفعة 149 من معهد ضباط الصف المتطوعين دفعة الشهيد رقيب متطوع سمير أنور الكيال بدأت مراسم الاحتفال بعرض التعليم الأولي وعرض المهارات الفنية في استخدام السلاح قدم خلاله الطلبة مجموعة من اللوحات والتشكيلات أظهرت ما يتمتعون به من مهارة فائقة وقدرة على العمل بروح الفريق ثم قدمت طلبة عرضا رياضيا لمهارات التلاحم القتالي استعرضوا خلاله مهاراتهم في فنون الاشتباك والدفاع عن النفس والسيطرة على الخصم وعبور الموانع المختلفة كما قدمت مجموعات من طلبة وخرجي معهد ضباط الصف عرضا عسكريا يتقدمهم حملة الأعلام ثم قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقليد أوائل الخرجين نوت الواجب العسكري من الطبقة الثالثة تقديرا لتفوقهم وتفانيهم في أداء مهامهم خلال مدة دراستهم بالمعهد وردد الخرجون يمين الولاء حضر مراسم الاحتفال رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلم والفريق أول صدق صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من الوزراء والمحافظين وكبار رجال الدولة وكبار قادة القوات المسلحة والملحقين العسكريين المعتمدين من الدول الشقيقة والصديقة وأسر الخرجين